السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي أهلا وسهلا بكم معنا في مادة لغتي سأكون معكم في هذا الدرس أنا معلم المادة سالم الهزاع برفقة الأستاذ محمد الأكلبي في لغة الإشارة فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى أحبابي الطلاب وطالبات في هذا الدرس سنقرأ ستقرؤون أنتم ستكتبون أيضا إملاء منظورا وأيضا إملاء اختباريا ستقرؤون النص الذي قرأناه وإياكم في حرف الزاء وأيضا حرف الو نقرأ هذا النص سويا كلمة كلمة نبدأ الآن شاهدوا معي هذه الصور شاهدناها وإياكم من قبل الآن هيا قرأوا أحسنتم أنا أحسنتم زهير زهير في هذا الدرس في هذا النص ستخرج لنا كلمات ملونة ونشاهد فيها حرفنا حرف الز قد يكون بالفتحة ونقول ز أو بالضمة ز كما في كلمة زهير أو بالكسرة ز هيا نقرأ ونشاهد ونركز أيضا هيا قرأوا هاتين الكلمتين أحسنتم أنا زهير أكملوا ومدينتي أحسنتم ومدينتي أقرأوا أحسنتم مكة مكة أكملوا أحسنتم المكرمة مكرمة مكة المكرمة أحسنتم مبارك الله فيكم هيا نكمل اقرأوا وهذا أحسنتم أخي هيا نركز في هذه الكلمة الملونة أحسنتم زياد زياد اقرأوا هذه الكلمة مرة أخرى الحرف الذي نطقناه في هذه الكلمة كلمة زياد زي أحسنتم مكسورا أي بحركة الكسرة زياد هيا نكمل اقرأوا الكلمة الأخيرة في السطر الأول أحسنتم نذهبوا نذهبوا السطر الثاني اقرأوا إلى هيا أكملوا المسجدي أحسنتم المسجدي هيا اقرأوا أحسنتم الحرامي الحرامي إلى المسجد الحرام أقرأوا لن أكملوا أحسنتم لنصلي لنصلي أقرأوا حاولوا أحسنتم ونطوف ونطوف هيا أقرأوا أحسنتم حول حول هيا أقرأوا الكلمة الأخيرة في السطر الثاني الكعبة أحسنتم الكعبتي الكعبتي نقرأوا السطر الثالث بداية السطر الثالث نشاهد كما تعلمنا وإياكم نشاهد الكلمات التي نقرأها أحسنتم ونشرب ونشرب ماء أحسنتم ماء هيا شاهدوا هذه الكلمة الملونة اقرأوا أحسنتم زمزم زمزم أحسنتم مبارك الله فيكم نركز كثيرا على الكلمات الملونة لأننا نشاهد فيها حرف الز كما في هذه الكلمة كلمة أحسنتم زهير شاهدنا حرفنا حرف الز في أول الكلمة مع حركة ماذا الضم زو زهير وأيضا في هذه الكلمة أحسنتم زياد زياد وأيضا في هذه الكلمة كلمة زمزم زمزم شاهدنا هذا الحرف في كلمة زمزم في أول الكلمة وأيضا في وسط الكلمة شاهدنا مرة أخرى شاهدوا معي هنا في هذه الكلمة كلمة زمزم الحرف الأول كتب بهذه الطريقة بهذا الشكل شاهدوا معي عندما كتب في وسط الكلمة متصلا بالحرف الذي قبله بهذه الطريقة كما تعلمنا وإياكم كيفية كتابة ورسم هذا الحرف وعرفنا أن هذا الحرف من الحروف التي تنزل عن السطر قليلا أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب الطالبات سأقرأ من بداية هذا النص استمعوا شاهدوا ننظر جميعنا ينظر إلى الكلمات التي سنقرأها ثم أقرأوا بعدي استعدوا أحسنتم أنا زهير ومدينة مكة المكرمة أقرأوا أحسنتم مبارك الله فيكم نكمل وهذا أخي زياد أحسنتم اقرأوا بصوت مسموع نكمل نذهب إلى المسجد الحرام أحسنتم لنصلي ونطوف حول الكعبة أحسنتم مبارك الله فيكم السطر الثالث ونشرب ماء زمزم اقرأوا اقرأوا أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم الآن جاء دوركم للقراءة هيا هيا أحباب الطلاب والطالبات اقرأوا من بداية النص اقرأوا أنا أشير على الكلمات على الجمل وأنتم اقرأوا شاهدوا الكلمات وهيا اقرأوا بصوت مسموع هيا هيا اقرأوا أحسنتم هيا اكملوا أحسنتم مبارك الله فيكم نكمل الكلمة الأخيرة في السطر الأول ثم ننتقل إلى السطر الثاني اقرأوا أحسنتم هيا اقرأوا لنصلي أكملوا احسنتم قراءة مميزة تبقى لدينا السطر الثالث هيا اقرأوا احسنتم مبارك الله فيكم قراءة مميزة الآن احبابي الطلاب والطالبات ما رأيكم أن ننتقل سويا إلى نص آخر وهو النص الخاص بحرف الو بحرف الواو تذكروا معي صديقنا وصديقتنا نتعرف عليهم الآن أيضا مرة أخرى هيا قرأوا أحسنتم أنا هيا قرأوا أحسنتم وليد وليد أنا وليد أنا وليد شاهد حرف الواو في هذه الكلمة و و بحركة الفتحة و وليد أنا وليد هيا قرأوا أحسنتم ومدينتي و ومدينتي أحسنتم أحسنتم تبوك أحسنتم نكمل وهذه وهذه اقرأوا أختي أحسنتم وهذه أختي أحسنتم وجدان وجدان وهذه أختي وجدان أحسنتم الكلمة الأخيرة في السطر الأول اقرأوا عندنا عندنا نكمل مزرعة أحسنتم مزرعة مزرعة هيا قرأوا واسعة واسعة أكمل نزرع نزرع فيها أكمل فواكه أحسنتم فواكه أقرأوا وخضروات وخضروات و أكمل أحسنتم وَزُّهُورًا 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 مرة أخرى أحباب الطلاب والطالبات نقرأ هذا النص كلمة كلمة قبل قليل قرأناه كلمة كلمة الآن نقرأ قراءة سريعة سأقرأ ثم أقرأ بعدي هيا استعدوا أحسنتم أنا وليد ومدينتي تبوك هيا قرأوا أحسنتم نقرأ بتركيز أي نفهم نفهم ما نقرأ هيا شاهدوا معي واستمعوا ثم اقرأوا بعدي وهذه أختي وجدان أقرأوا أحسنتم عندنا مزرعة واسعة أقرأوا أحسنتم نزرع فيها فواكه وخضروات أحسنتم وزهورا أحسنتم ومبارك الله فيكم مرة أخرى لكن من الذي يقرأ أنتم اقرأوا سأشير على الكلمات وأنتم اقرأوا بصوت مرتفع بصوت مسموع هيا قرأوا أحسنتم قرأة مميزة أكملوا أحسنتم وبارك الله فيكم نكمل الكلمة الأخيرة في السطر الأول ثم ننتقل إلى السطر الثاني هيا قرأوا عندنا أحسنتم أكملوا وخضروات أحسنتم أكملوا أحسنتم مبارك الله فيكم حبابي الطلاب والطالبات شاهدنا شكل حرف الواو هنا لدينا في هذا النص بهذا الشكل وأيضا أحسنتم شاهدنا كما في كلمة تابوك كما في كلمة فواكه وأيضا كما في كلمة زهور زهورا شاهدناه بهذا الشكل متصلا بالحرف الذي قبله أو الحرف الذي قبله متصلا به وأيضا في الدروس السابقة تعلمنا كيفية رسم هذا الحرف وأن هذا الحرف من الحروف التي تنزل عن السطر قليلا أحسنتم ومبارك الله فيكم شكوركم على حسن القراءة القراءة المميزة الآن أحبابي الطلاب والطالبات أريد منكم أن تحضروا قلم الرصاص المبري وأيضا الدفتر الخاص بمادة لغتي لنفتح صفحة جديدة ورقة جديدة الآن إملاء منظور كما تعلمنا ثم بعد ذلك جملة أخرى إملاء اختباريا الإملاء المنظور سنقرأ هذه الجملة أولا نقرأها وإياكم كلمة كلمة ثم ثم أخفيها لأمليها مرة أخرى عليكم هيا نقرأ أحسنتم زار الكلمة الثانية مازن مازن ركزوا مازن زار مازن أحسنتم مدينة مدينة الحرف الأخير ما هو تاء مربوطة أحسنتم مدينة أو مدينة زار مازن مدينة جدة جدة شاهدوا التاء مربوطة في كلمة مدينة وأيضا في كلمة جدة اختلف شكلها في هاتين الكلمتين شاهد جيدا نقرأ مرة أخرى زار مازن مدينة جدة الآن ركزوا جيدا شاهدوا هذه الجملة اقرأوها شاهدوا الكلمة الأولى والكلمة الثانية ركزوا في الحركات أحسنتم مازن أيضا الكلمة الثالثة وأيضا الكلمة الأخيرة بعد قليل سأخفي هذه الجملة ثم أطلب منكم كتابة هذه الجملة كلمة كلمة استعدوا هيا أقرأوا مرة أخرى زار مازن مدينة جدة هيا الآن مع بداية السطر الجديد هيا اكتبوا زار زار أحسنتم استمعوا استمعوا جيدا اسمعوا مني نطق هذه الكلمة جيدا ثم اقرأوا انطقوها أنتم ثم اكتبوها وأنتم تنطقون حروف هذه الكلمة زار رأ أحسنتم الكلمة الثانية مازن 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 حرف الأخير أحسنتم تنوين الضم أي ضمتين مازن أكتبوا أكملوا مازن أحسنتم زار مازن مدينة مدينة حرف الأخير ما هو مدينة تاؤ مربوطة أحسنتم لا ننسى النقطتين مدينة جدة جدة أحسنتم أيضا تاؤ مربوطة في نهاية الجملة نهاية الكلام نضع ألامة النقطة الآن مرة أخرى سنشاهد هذه الجملة وأيضا أنتم ركزوا جيدا على الكلمة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة أيضا شاهدوا هذه الكلمات إذا كانت مطابقة لما كتبتم نضع فقط علامة صح تحت الكلمة الصحيحة وإذا كانت الكلمة لديكم خطة نضع خطا تحت الكلمة ثم نعدل ونكتب الكلمة كما نشاهدها بعد قليل الآن هيا نشاهد هذه الجملة مرة أخرى زار لاحظوا الكلمة لديكم والكلمة الموجودة على الشاشة أحسنتم زار هيا أقرأوا مازن أحسنتم الكلمة الثالثة مدينة مدينة الكلمة الأخيرة جدة جدة حرف مشدد في هذه الكلمة أين هو؟ أحسنتم حرف الد جدة الآن أحبابي طلاب الطالبات لدينا جملة أخرى لكن إملاء اختباري أحسنتم الإملاء الاختباري يختلف عن الإملاء المنظور الإملاء المنظور ننظر إلى الكلمة نقرأها نشاهدها جيدا ثم نخفي كلمة أو نخفي الجملة كاملة الإملاء الاختباري نكتب بدون أن ننظر إلى الكلمات وأنا متأكد من أنكم أيضا ستكتبون هذه الجملة بصورة صحيحة خالية من الأخطاء هيا أكتبوا في سطر جديد الكلمة الأولى تزور 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 حاولوا أنطقوا هذه الكلمة تزور نعم كلمة تزور هيا أكتبوا ت أحسنتم أكمل أحسنتم صوت طويل تزور أحسنتم الكلمة الثانية وجدان قرأناها في النص وجدان وجدان أحسنتم أكملوا نجران الكلمة الثالثة والأخيرة نجران 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 مرة أخرى هيا قرأوا هذه الجملة من كتبتكم أنتم أحسنتم تزور وجدان نجران تزور وجدان نجران أحسنتم نضع علامة النقطة الآن سويا نشاهد كلمات هذه الجملة تزور وجدان الكلمة الثالثة نجران هيا قرأوا هيا قرأوا هذه الجملة تزور وجدان نجران أيضا شاهدوا هذه الكلمات وابدعوا بتصحيح ما كتبتم وأنا متأكد من أن كتابتكم أيضا صحيحة شاهدوا الكلمة الأولى والثانية والثالثة إذا كانت مطابقة لما تشاهدونه على الشاشة ضعوا علامة الصح تحت الكلمة وإذا كانت تختلف نضع علامة نضع خطا ثم نصحح الخطأ لدينا هيا شاهدوا ركزوا أحسنتم مبارك الله فيكم الآن أحبابي الطلاب والطالبات وصلنا وإياكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم فأشكر لكم حسن استماعكم وإنصاتكم وأدبكم وقراءتكم المميزة وأيضا كتابتكم وخطوطكم الجميلة وكتابتكم الخالية من الأخطاء في حفظ الله ورعايته نترككم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله